جنسية يعني شمس لم تعد كويتية لم تعد سعودية أنت كان معك الجنسية السعودية والجنسية الكويتية والجنسية الكويتية فقط ولادت ولادت السعودية كأب وماما وزوج ماما كويتي اللي رباني أنا يتيمة منه أنا صغيرة يعني ما شفت أبوي وحاليا أحمل جنسية أجنبية مش موضوع إزاي يعني هنا مش تخلي لا أنا أعلنتها قبل كذا بالعربية بقناة العربية هذا الكلام هي فكرة أنه أنا كنت مدتزوجة شخص إماراتي وشخص مهم مدة سبع سنين وأساساً كخليجية أنا من حقي أخذ الجنسية الإماراتية بعد سنتين من زواجي وكان الشخص زايد الله يرحمه كمان مأمر لي في الجنسية يعني مش موضوع مش جنسيات بس أنا شخصية عندي عندي يمكن أنانية أو تفرد أو أن أنا حب أكون يعني أحب ألبس على راحتي أقول كلمتي أنا ما حب أكون محسوبة على أي دفع لها قوانين وده يتمركب مع الجنسية في إيه؟ أنه كل دولة لها قوانينها لها رولز لها أنه بس تطلع إعلامياً لازم أنت هذه القوانين جداً تتمسك فيها وإلا تتعرض للمحاسم يعني أنت في الكويت يمكن أن تغضعي للمسألة القانونية بسبب كلام بتقوليه بسبب لبس تتبسيه لا الكويت بلد حرية بس الكويت صدر قانون الكويت ما في هذا الكلام أبداً بس صدر قانون أنه الدبل ناشناليتي اللي حد يكون عنده جنسيتين لازم يتخلى عن عن وحدة هو يختارها يعني فبالنسبة لي كان أنه الأجنبية فيز ما فيش مور لدراستي يعني ما مكان فيه وإلا أنا ولاء العظم للكويت طبعاً وفي السعودية وفي الخليج في كثير ناس انولدت في أمريكا ولدوا في كندا ولدوا في أوروبا جنسيات مجنبية ولما تخيروا اختاروا الأجنب بس أنت معاك الجنسية ايه دلوقتي أنا معايا سانت كتس جنسية ايه سانت كتس هي تتبع بريطانيا تتبع بريطانيا طب ليه ليه وأنت جرين كارت فرنسي كمان يعني فيه أحصل على الفرنسية في أي وقت كمان من زمان يعني لا بس واضح أنت متعمدة أنك تتخلي عن الجنسية العربية أنا شايفة أنه ده يسبب لك مشاكل هي يس لأنه لو 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 أنت ما تحاسب لأنه أنا الحين من غير ما أطلع وأقول أنا كويتية أو أنا خليجية أو أنا عربية عندي مشاكل من الناس أو من الصحافة أو من المجتمع أنه دايماً يطالبوني أن أنا أكون برولز أو بقوانين هم يحطونها للفنان طيب أنا أجي أفكر فيها أساس الفن عندنا مهنة محرمة مكفرة فأنت تحاسبني على لبسي من بعد ما كفرتني وحرمتني طب أنت ما لكم باللبسي أساساً أنا عندك مجاهرة بالمعصية في أحسن الحالات إذا مكفرة إذا مليون علة لأنك أنت تغني فأساساً المهنة أو أنك تكون مطربة أو مطربة يعني لسه الرجل عندنا أخف أنا لا أعلم لماذا ما عرف ليش الرجل أخف في الحكم عليه لو مطرب بس المطربة دي واحدة مجاهرة في المعصية أه بس تقومي طب ما هو فيه أكثر من مطربة في الخليق ما فيه قانون يقدر يستخدم ضدك يقدر أي حد يطلع بكرة يشتكي يقول هذه مجاهرة في المعصية وتخالف القانون والشرع القانون يجرب عندك هذا الموضوع طب أنا ليه تعرض ما عندي أكثر من مطربة خليقية بدغن تمام ما عندهم مشاكل معاهم لأنه الآخرين ما بعرف ليش يمكن لأن أنا ما عنه الآخرين يلبسوا أكثر مني موضوع مش لبس بس لأن ما عندهم آراء سياسية ما عندهم آراء اجتماعية ما عندهم فالظهر الموضوع تمام يعني أنت بتتحزبي بالجملة يعني على لبسك وعلى مواقفك وقهات نظر بالضبط هي المواقف أكثر وإلا الباقين يعني أنا ربعهم ما أسوي ما تخلاش عن الجنسية الجنسية يعني لا يمكن أبدا لمواطن أن يتخلى عن جنسيات يعني أنت عندك عجينة مجتمعين المجتمع السعودي والمجتمع لو تحسبها كذا أستاذي أنا صحابي من السعودية ومن الكويت ومن ومن الرويال فاميلي عندهم جنسيات مجنبية واحتفظوا فيها بس بيحتفظ بجنسياته الأصلية لا مش الأصلية الأجنبية صدر قانون ممنوع تحمل جنسيتين إيش تختار يعني وموضوع مش أنه حاب مش حابة تخلى بس إيش تختار لو أنت لأنه بغير كده تكون مخالف وفي حكم خمس سنين لأنهم بيعيشوا في هذه المجتمعات يعني أكيد صحبتك دي حاصلة على جنسية أمريكية مثلا وتعيش في الولايات المتحدة لا 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 في الكويت لا في الكويت وفي السعودية لا لا ما بيعيشوا برا بس فضلوا أنه هم يحتفظ في الجنسية الأجنبية بالتأكيد لأسباب اجتماعية عائلية خالص إنما أنت الأسباب هنا معقولة عند قطاع من المواطنين يبقى ما عندوش ما يضغط عليه في أنه يحتفظ بجنسية بلده وفيقول لا أنا أتخلى عن الجنسية بلده لا عندو يضغط عليه القانون في البلد القانون في الخليج يتخلى عن الجنسية الأجنبية ما عندك ما عندك القانون حاليا من الكلام ده من 4-5 سنين ممنوع تحمل جنسيتين ما أنا بقول يتخلى عن الجنسية الأجنبية تتخلى عن الأجنبية أو الخليجية أنت حر طب هنا لما يوضع في اختيار يقول لا أنا هتخلى عن الجنسية الأجنبية أحنا نتخلى عن الأجنبية ولما يسافر يطلبها من السفارة فاهم؟ يعني تخلى عنها بس شكلا ولما يسافر أنا واحدة أحترم القانون لا ما حامل بس أنت هنا تخليتي عن الجنسية هروبا من ملاحقة مجتمعات عربية طبيعي جدا أنا منموم أبحث عن دولة أنا ما أكون بتشريعاتها فاجرة مجاهرة بالمأساية منموم أقل من حقي أنا كامرأة أني أنا لو يقدر واحد من الشارع يروح يرفع علي دعوة يكسبها ثاني يوم خانون يحق لك أنت يقدر يقدم ألف وألف دليل من النصوص من التراث من التزوير اللي موجود في الدين الإسلامي ويقول عنه المنموم طلع شعرها أنا السبعة عشر شعر اللي عندي دي مثبت لي مشكلة لي بكوز إذا فنك مش حرام أنت كاشفة أنت مش شعرك بره جسمك بره هذا كمان تشجع على الفسق والفجور فمان يوم الفسق والفجور يا عمي أنا مع الأجانب يحبوني يشوفوني فنانة يشوفوني شيء عظيم يشوفوني ثروة وطنية زي هل الجنسية يا شامس الجنسية مش أميس بنلبسه وممكن نخلعه أنت بتتكلمين عن الجنسية وكأنها أصله أميس يمكن أن أرتدي أو أخلاعه لا هي ورقة لا الجنسية في دمائنا انت ماء انت ماءك أنت إيش عملت إيش خدمت وطنك إيش خدمت بلدك ما في ناس كثير عندها جنسيات جوازات دبلوماسية وهم خوانة هل الورقة هذه تحدد ولائك لبلدك خدماتك لبلدك لناسك مستحيل ما في منطق يقول كده فيه كثير دبلوماسي فيه من مصر كثير أنت مش عندكم هذه القضية بتاعت الناس اللي مرتشين ومرتشين مش دولة وزراء مش يمثلوا بلد مش أعلى سلطة وفي أعلى جنسية من كده ومرتشي ويخون بلده هذا ولا ولا طيب لكن حتى لو ده حتى لو ده مش معنى كده أنه أنا قصد أنه الولاء تنسلخي عن المقتل لأنا منسلخة من زمان فيك تعدي هالنقطة منسلخة من زمان من زمان من قبيلة ومن عادات ومن تقليل ومن كل شيء عادة ولائش شخصي أنا النفسي أنا بحب إيش أنا بنتمل إيش عمليا فعليا أنا إيش بعمل يعني معقولة تابنتي هنا لما يبقى فيه أي حد اللي بيتغنى بالوطن وعلى استعداد أن يموت من أجل الوطن طبيعي هذا المفروض شعور أي وطن كل الأوطن كل وطن فيه إنسانية كل مكان طبعا أتغنى في السعودية وأتغنى في الكويت وأتغنى في مصر وأتغنى في أي بلد في إنسانية في أي بلد أحب في أي بلد طبعا كل أرض أرضي يعني أنا كتير شوفي ممكن التفكيري غريب لبعض الناس بس هذه شخصيتي هذه بصمتي أنا كده يعني الحقيقة أنا بشوف الناس بتعتز بجنسيتها حتى الموت وتقول إنه أنا أعتز بولائي أنت شايف فيه فيه فرق طبعا فيه تناقض بين الولاء والجنسية باللي حاصل وباللي نشوفه يس أكيد مش كل ورقة ولاء خالص فعلك هو الولاء طيب خلي بالك الشمس شوية ممكن تنير وممكن بتحرق يعني فحاس إنه شمس الأخطار بتعطيك الدليل حتى لما ترشحت سفيرة لعدة مؤسسات لما جاء الموضوع أنه أنا المفروض أطلع وأقول وأسيء مثلا فتحوا مواضيع أنه أنا لازم أطلع كسفيرة للنواي الحسن أنه أنا أطلع أقول أنه العمالة والخدم في الخليج وفي السعودية وفي الكويت عندهم مشاكل وا 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 وحابيني كانوا أنه أنا أطلع مش إساءة حتى هما ما جابوها جابوها بشكل أنه إنسانيا أنا تنازلت عنها كسفارة هذا ولا أنا مش رح أسيء لبلدي أبدا ولا حكون تحت أمر أي إنسان يفكر أنه أنا أسيء لبلدي هذا ولا أحق من مليون بسبور دبلوماسي وجنسية دبلوماسية وغيره 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 الأعمال الخيرية اللي أقدمها المساعدات اللي أعملها لكل هذا إيماني هذا اعتقادي طيب بس يظل الاعتزاز بالوطنية والاعتزاز بالجنسية عمليا عمليا طب ما هو عمليا يعني أنت لو حققت إنجازا ينسب لمن لما أقول شمس ينسب للشمس لا يعود فيه أمكاني أن أقول شمس الكويتية ولا شمس ذات القزور السعودية لا أبدا العمس لأنه أنا في بلدي وفي الكويت عارفين أنه أنا أحمل جنسية أجنبية بس أنا مثلهم هم من ناحيتهم محبة تنفية يعتبرون الناس اللي تحبني اللي تحب شخصيتي اللي تحب توجهاتي يعتبرون أنه أنا زيهم أنا مثلهم وأنا بنتهم مهما إن كان الموضوع مش وراقة سبقوا إنجلتلك ولا رح يكون وراقة ويمكن أنا دايما من وقت الوقت لما أقول شغلة أتهاجم عليها بس بعد فترة ترجع الناس تقول والله صح الفترات اللي جاية المشاكل اللي راح تمر فيها أكثر الأمة العربية والناس اللي راح يتهاجر أكثر والعالم اللي راح تاخد جنسيات أكثر راح تبين أنه اللي أنا أقوله راح يكون واحد في المية من اللي راح يحصل لأنه أنت أنت اليوم تصبح الصبح بكرة طلع عليك قرار ممنوع تدخل الدولة الفلانية في مشاكل مصر أي دولة دخلت ترجمة نانسي قنقر